بها التفاصيل يعني المفروض تعرفوها إضافة للمعلومات اللي عندكم محاضرة اليوم اللي هي الانتيجين انتيبودي انتراكشن تفاعلات الانتيجين والانتيبودي طبعا بالمناعة بالسيرولوجي عندنا قلنا اثنين مهمين أساسيين لاعبين أساسيين بهاي المادة اللي هما سميناهم واحد سميناه انتيجين واحد سميناه الانتيبودي التفاعل اللي يصير بين آتهم نسميه انتيجين انتيبودي انتراكشن طبعا اكو انواع هواي من الانتيجين انتيبودي انتراكشن فناخذك كتعريف بسيط او فالشيء مبسط خلنسأل قبل نوصل للمحاضرة عن بعض التفاصيل الموجودين عندنا ايوب إذا موجود ايوب ايوب موجود ايوب عدنان حسنا أحبطنا بتتأكيد تفاعلات لانتيجين انتيبودي نفسه قلنا هذا انتيجين يتفاعلون في الانتيبودي بس التفاعل مالتهم يصير كل الانتيجين و contaminatedาย لو مناطق محددة يعني التفاعلان بانتيبودي رح تفاعلون في الانتيجين الانتيبودي كل يتفاعلوا في الانتيجين لو جزء من عنده اختصغره ويه جزء من الانتيجين سمينا هاي الاجزاء لا جزء من عنده يبقى على الغروية الوية الانتبودي الانتبودي سيرم غير الانتبودي سيكون بين الانتبودي سيكون بين الانتبودي ضد الابيتوبس اللي موجودة تكون بالانتجين وانطينا عليها بوقتها امثلة إذا تذكرون تفاعلات هواية حكينا بيها وهس ايضاً نعيدها في تصيل شوية أكثر فهو عن إميون كومبلكس فنعرف انه تفاعل بين الانتجين والانتبودي يكون لازم يعني إذا كان الانتجين اسمه السلموني اللي لقلنا الانتبودي شنسميه انتي سلموني اللي ليش لان التفاعل يكون specific هذا التفاعل اللي يصير بين الانتجين والانتبودي إذا تذكرون حكي بالعمل من جنا نكتب البرنسبل انتجين زائد الانتبودي ينتج ريكشن أو اميون كومبلكس الريكشن ما يتم هو عبارة عن اميون كومبلكس مثل ما يشوفون بالصورة هذا الأخضر هو الانتجين وهذه النقاط الصفر هي الانتجين بالانتبودي مو كل الانتبودي يتصف للا انتجين فقط هاي المنطقة اللي يسميناها انتجين building سايد ومو كل الانتجين تفاعل فقط المنطقة اللي يسميناها انتجين الأخضرح الانتبودي فناتج التفاعل بالتهم هذا اللي شوفونه ناتج التفاعل يسموه immune complex شنوه immune complex هو antigen زايدا antibody تفاعل بيناتهم صار immune complex صار معقد مناعي ده شوفونه هاي المعقدات المناعية من الصير هواي تصير عندنا مرئية مقدر نشوفها ماشي فهو عنده تفاعل الantibody specifically with antigen immune complex formed رح يصير عندنا immune complex رح يتكون a number of than-covalent force bond hold antigen and antibody طبعا يوجد أواصر ممكن تساعد والاتصال هذا بين الantigen bending side والantigen والantibody يعني الantigen bending side على الantibody والantigen determinants اللي موجودة على الantigen من الأهم هذي الاواصر اللي هي الhydrogen bond الاواصر الhydrogenية الاواصر الايونية الايونيك bond hydrophobic interaction نعم البقيهم صوتي قطع يامكم؟ نعم استاذ يقطع يامكم؟ نعم استاذ يقطع جز مشكلة الانترنت يامكم منوما يقطع صوت ياما يعني؟ صوت ياما ياما؟ استاذ الصوت كلش واضح صوت ياما ايه مشكلة هو بالانترنت بظهر لينكم احاول راح يشرح شوالي أبطأ زيني استاذ ما تقدر تسجل من المحاضرة؟ اصور اسجلها بس مو بدرت للمحاضرة مشت مو مشكلة سجل بشار اوكي بشار قزل من الفيديو بوضع صوت ياماك وبالتالي همينا ماشي وراح نعيدها همينا بصورة بسيطة حتى اللي ما سمع عن نعيدها لا مو مشكلة فهذه الأواصر اللي هي الهايدروجين بوند الايونيك بوند والهايدروفوبك بوند اللي هي اللي يسموها الأواصر المحبة للماء والفاندروولز اللي هي نسميه احنا فاندروولز انتركشن اللي هي أواصر كيميائية لها تساعد في عملية يعني التفاعلات الأنتجين والأنتيبودي هناك مصطلحات نسميها أنتيبودي أفينيتي وأنتيبودي أفيدتي يعني إذا نجيب لكم في اليوم سؤال كوز أو امتحان عرف الأنتيبودي أفينيتي أو عرف الأنتيبودي أفيدتي شنو هاي معناتها؟ أول شيء الأنتيبودي أفينيتي The total strength of interaction between Single Antigene Bending site with Antigene يعني Single Epitopes يعني كل القوة أو الأواصر اللي يحتاجها الأنتيبودي أو الأنتيجين حتى يصير التفاعل بين الأنتيجين Bending site والإبتوب أو الأنتيجين وإصلاة الفكرة مثلا بهاي الصورة أن القوة أو كل القوة اللي تحتاجها التفاعل حتى يصير التفاعل بين الأنتيجين Bending site هذا اللي هي موجودة على الأنتيبودي والإبتوب هذا يسموها Antibody Affinity Affinity الأنتيبودي شوية أشياء من الأفينيتي يعني ديتها Single Epitope و Single Antigene Bending Site هنا لا كل الأنتيجين Bending Site يتفاعل ويه كل الإبتوب الموجودة على الأنتيجين فيسموها Antibody Affidity أو Antibody Affidity اللي هي كل الأنتيجين Bending Site ويه كل أو مجموعة من الإبتوب أخذنا إذا تذكرون أنه أنواع الأنتيجين Antibody Reaction اللي هي أربع أنواع أساسية بالمختبر أخذنا بس نوعين اللي هما Aglutination والPrecipitation اللي حتشينا بيه Precipitation طبعا ما اشتغلتوا لانطب التعليم الكتروني إن شاء الله إذا صار حضوري نرجع نشوفكم الشغل بي بس الأغلوتناشن كلكم استغلتوا بي الأغلوتناشن والPrecipitation والComblement Fixation والNeutralization هي أنواع الأنتيجين Antibody Reaction المعروفة أو المشهورة أربع أنواع اللي هي Aglutination وPrecipitation Complement Fixation والNeutralization أول شي الأغلوتناشن اللي حتشينا بيه هواية واشتغلتوا وكلكم بتعرفوا أحاول الآن ما راح أشرح الموضوع بس أريد أسأل كم طالب منعتكم حتى يشرحلي شوية عن Antibody Reaction اللي هو خاصة الأغلوتناشن فخلنسأل كرار كريم موجود كرار عمزطاق موجود ها كرار 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 تعرف عن Aglutination بش حتشينا عن Aglutination أي شي تعرف عن Aglutination قل لي إيه حتى له معلومات بسيطة صير كراسب بسيرهم يعني شون يعني فقاعات أو هي شي الشكل الراسب قصد شكل الناتج اللي يطلع إيه مو فقاعات Aglutination تحبوا بنسمي يعني مثل الحبيبات تطلع إذا تنكر وكنت نسوي تمام شكرا عبدالوهاب ش تعرف عن Aglutination بعض ش حتشينا عن Aglutination عبدالوهاب طالب نعم دكتور عبدالوهاب يحتي استعد تظهر حبيبات أو ججيئات أثناء جراء الاختبار عبدالوهاب طالب ماشي شنهو Aglutination ماشي استعرف معلومات عن تفاعلات Aglutination شحش عبدالوهاب استعد التفاعل بين الجزياءات الـ Antibody والـ Antibody اوكي لازم شبههم الـ Antibody استعد نفس specific كون اوكي specific تقنا زهراء جاسم نعم استعد ايه زهراء استعرف معلومات Aglutination شكرا عبدالوهاب هو تفاعل مناعي يعني تجمع أو تكتل الجسيمات ومن شروطها تكون واحد ذائب وواحد غير ذائب منتظ ياهو بالغالب يكون غير ذائب غير 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 ذائب ايه آمنة علي جاسم شو تعرفين بعد عن Aglutination نعم استاذ استاذ اكثر واحد يكون غير دائب الـ Antibody بالعادة يكون دائب واذا صار وثيرات ودوائب لازم نحمل احد منهم على لاتيكس او شوكليت حتى يبيل لنا التفاعل ممتاز ما كو شوكليت ها جديدة اوكي مروطاها عاستيدة شكرا نام مروطاها 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 موجودة مصطفى مخلت مصطفى مخلت مصطفى ايه مصطفى اشتحشينا بعد عن الانتبوطاها اوه مصطفى موسطفى موه مصطفى انه تفاعلات الانتبودي والانتجين وصرت الحبب ممتاز ايه بعد استعرف الانتبادي ايش اسمه انه انحمله على جزيئات اذا ما بي واحد منهم مو الانتبادي واحد منهم انحمله على جزيئات الجزيئات الخاملة تذكروها خلي نشوف من موجود من الشباب احمد عبدالله تذكر الجزيئات الخاملة حافظ لك كم وحدة ايه نعم بيكسها مثل اللاتيكس ممتاز اللاتيكس شون كان لونها ايش ساد الابيض غير فتذكر اذا كانت كل التحاليل اللي بيها الابيض يكون لفيال ما لكتها لونها ابيض بسبب انه هي هذه الجزيئة كانت اوكي بيضة شكرا بعد من الجزيئات الخاملة اللي استخدمناها خلي نشوف ممتاز عبدالله هاب خلي نشوف البقية عبدالله هاب حتى يشاركون كلهم ايه عبدالله هاب اعفون ايه عبدالله هاب موجودة ايه عبدالله هاب موجودة ايه عبدالله هاب موجودة موجودة حنينة محمد 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 ما لها اي دور فقط تحول لنا السالب الى صلب وقلنا من اهمها هنا خمس انواع هي اللاتيكس والكولسترول والشاركول اللي هو الفحم والبنتونايت والربيسيز وقلنا الربيسي من تدخل تفاعلات الاقلوتينيشن سواء كانت جزئة خاملة او كانت هي نفس الانتجين التفاعل يصير heme agglutination ليش heme؟ من الhemoglobin من كلمة الhemoglobin فاعتمادا على وجود أو عدم موجود الجزائيات الخاملة بالتفاعلات agglutination قسمنا التفاعل إلى قسمين يعني أما نسمي direct agglutination أو active agglutination أو النوع الآخر نسمي passive أو indirect direct agglutination إذا نقول active agglutination أو direct agglutination معناته التفاعل تم مباشرة بدون أي جزائق خاملة وأفضل مثال تذكرون كان الويدال تيست الروس بنجال تيست كان direct agglutination ليش؟ لأن جبنا البكترية نفسها البكترية مو ذائبة كائن حي وصلب وبيها يعني جسم فيتفاعله إلى الانتبادي فيكون واحد سالب وواحد صلب في التفاعل بالتالي يصير agglutination مباشر بدون ما نحط له جزائق خاملة لذلك نسمي direct مباشر agglutination بدون جزائق خاملة حالة أخرى اللي قلنا إذا تدخل الـ RBC بس هنا الـ RBC كأنتجين تدخل بالdirect agglutination إذا دخلت RBC معناها تدخل أنتجين ومثال عليها البلد جروب كلكم يستغلين البلد جروب بنتخل قطرة من الـ A و القطرة من الـ B و القطرة من الـ D وتمسج جهوية الـ RBC رح سيصير تفاعله بين الـ Antibody وبين الـ RBC الـ RBC ها anti-gene فيطلع لكم agglutination تعرف الفصائل الدم مات إنه هذا A يزائد B يزائد من خلال agglutination هذا النوع من التفاعلات بال-ABO group نسمي direct ليش لأن ما بيجزئة خاملة هيم agglutination ليش هيم لأن موجودة بـ RBC direct هيم agglutination ومثال عليها الـ ABO grouping اللي هي تفاعلات فصائل الدم النوع الثاني قلنا من الـ Agglutination اللي هو سميناه Indirect وقلنا Indirect معناه الثانيات ثانيات ذائبات فندخل جزئة خاملة نحمل واحد من أدم نسويه من ذائب إلى صلب نحول شكله إلى صلب حتى يبين التفاعل عندنا وأبسط مثال عليه اللي هو Latex-Pacific Glutination اللي مثال عليه Pregnancy Cerective Protein RF الـ ASOT وايا فحوص أخدناهم اللي محملين على جزئة خاملة اللي هما Indirect Agglutination واذا تتذكرون أخذنا فحص اللي هو TPHA اللي هو كان أخذنا الـ RBCB أص جزئة خاملة أخذناه على شكل جزئة خاملة حمالنا على نيكول سترين مالتربانيما باليدام ماذا تتذكرون بها الحالة نوع التفاعل يكون Passive Heem Agglutination Passive اللي هناكو جزئة خاملة Heem اللي هناكو RBC داخل التفاعل اللي هو جزئة خاملة Agglutination هو نوع التفاعل مالتنا كمثال عليه TPHA Factor Effect Agglutination Test اللي هي العوامل المؤثرة في تفاعلات Agglutination اللي هي مثلاً الوسط اللي نشتغل بي الكتركال شارج Concentration of salts PH المتفاعلات Antigen Antibody Concentration حرارة الغرب هاي كلها تعتبر عوامل مؤثرة وأيضاً إذا أكو تلوث مكان نظيف هاي كلها تعتبر عوامل مؤثرة على Agglutination سواء يطيق نتائج خاطئة بالموجب أو بالسالب هاي سموها Factor Affecting Agglutination Test بايش استفادينا إحنا من Agglutination إذا تذكرون سوينا فحص حتى نتحربي عن بكترية اللي هو الويدال تيست إذا تذكرون أخذناه وسوينا حتى نتحربي عن بكترية Salmonella ونشخص مرض Typhoid Fever بعد بيش ممكن نستخدمها حتى نعرف فصائل الدم اللي هي ABO group وقلنا هي نوع من أنواع Agglutination Detection of many tests such as C-Reactive Protein والRFTS والبريغنانسي وإلى آخر وهو يعدنا تفاعلات Agglutination تفيدنا نشخص بها أمراض نشخص بها حالات بعد ممكن نشخص Viral Infection وأيضا Detection Spermatozoa in Cases of Male Infertility بعض الأحيان نستخدمه Agglutination حتى نشخص الطرق يعني مختبرية نشخص بها العقم باستخدام Agglutination Reaction الفحص اللي وراء وراء Agglutination النوع اللاقمين التفاعلات الانتيجين والانتيبودي هو سميناها Precipitation اللي أخذناها لمحاضرة العملي الفاتت Precipitation اللي هي تفاعلات الترسيب وقلنا سميناها تفاعلات الترسيب ليش؟ لأن ناتج التفاعل بين الانتيجين والانتيبودي راح يكون على شكل راسب راسب اللي هو Precipitate قلنا إنو الPrecipitation is a reaction between antibody and soluble antigen الانتيبودي اللي هو بصورة عامة soluble والانتيجين soluble يعني هنا ما يحددنا إنو لازم واحد soluble واحد انسoluble لا مو مشكلة هنا هنا اثنين راطم حتى لو يكونوا اثنين هم soluble 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 in aqueous solution forms lattice that eventual develop into visible precipitation يعني ناتج التفاعل بينما يتفاعل الانتيجين والانتيبودي يكون لنا شبكة التفاعل هذا الناتج بالأخير راح يظهر إنه نظرياً نقدر نشوفه على شكل ترسب راسب visible precipitation يعني راسب نرأيه نقدر نشوفه طبعاً وحكينا إذا تذكرون على الميثات وقلنا قسمنا الPrecipitation طبقاً للميديا اللي ممكن يصير بها التفاعل وقسمنا الميديات إلى سميناها Liquid Media يعني الوسط السائل كان واخدنا عليه مثال هو ranked test أبوكي تحضرنا العالق مال Stryptococcus وذلنا فوقها الانتيبودي صار عندنا سائل ويسائل منطقة الالتقاء اللي سميناها Equivalence Zone أو Optimal Proportion المنطقة اللي تكون بين الانتيجون والانتيبودي اللي هي يصير تماس بيناتهم وتفاعل بيناتهم والناتج مالتة عشان يطلع ranked اللي على اسمه سميناه ranked test يطلع حلقة بمصولي تيوب من خلالها سموا الفحص على اسم ranked test وقلنا الوسط مالتة هو Liquid Medium Liquid هكو نوع آخر من الميديام سميناه semi solid medium اللي حكينا بيبوكتها عن الأودين والأكتر لوني هاي الطرق الأودين والأكتر لوني هنا نبيه يصير بالسمي solid medium يصير أنواع single immune diffusion انتشار وحادي الجانب إذا تذكرون اللي أخذناها بالتيوب مثود مع الأودين من قلنا نجيب الانتيبودي نمز جوية الميديا ونخليه بتيوب هاي كان نجيب بصغير بعدين نجيب الانتيبودي ونديره فوقها الانتيبودي يكون حر فالانتشار بما أنه الانتيبودي مقيد ويالميديا فالانتيبودي راح ينتشر فقط هو واحد يعني لذلك يسموه single immune diffusion يعني انتشار وحادي الجانب وحادي الجانب فقط واحد من المتفاعلين يا أما الانتيبودي هو راح ينتشر وأهم مثال عليه هو الأودين ميثود ال double immune diffusion معناته هنانا أخذناه بطبق سميناه الأكترلوني ميثود اللي أخذناه بالطبق مثل البتريبيش وقلنا نخلي بيه الميديا والميديا هي عبارة عن أقاروز مثل ما حتشيني وقلنا الأقاروز هو مثل الأقار لكن مسحوب من عنده مادة سميناها مادة الأقاروبيكتين طبعا بتركيز معين الأقاروز نخليه واحد بالمية يصير سمي سولد مثل الجول فشي سوون يخلون بيه حفار خلا شوفكم مثال عليه هاي شوفوها الصور هذا الطبق البتريديش يخلون بيه حفار ويخلون هنا مثلا الانتيبودي وهنا الانتيجينات بدouble immune diffusion راح يبدي ينتشر الانتيجين باتجاه الانتيبودي والانتيبودي باتجاه الانتيجين فشي صير النوع التفاعل double immune diffusion يعني الاثنين ينتشرون الانتيجين ينتشر والانتيبودي ينتشر عكس الأودين واحد من عندهم فقط ينتشر والثاني مقيد ويا الميديا النوع الأخير اللي هو single radial immune diffusion اللي هو أوحادي شعاع الانتشار أيضا واحد من عندهم مقيد ويا الميديا والآخر ينتشر وأهم مثال عليه اللي هاي الصورة شوفوها اللي هو منسيني مثوت أو نسميه single radial immune diffusion هذا الطبق شوفونا طبق صغير طبعا كلش رفيع يحطون بيه ميديا رقيقة هاي الميديا مخبوط وياها الانتيبودي من تقلبوا الطبق شوف نوع الانتيبودي مثلا anti c3 anti c4 أو غيرها هواية نوع من الانتيبوديات فكل طبق تعرف شنو نوع الانتيبودي البيه انت تجي شو تسوي تخلي بس الانتيجين بهاي الحفر تشوفون هاي الحلقات اللي صاير دائر ما دائر الحفر هسا هاي حفره ما صاير بيها تفاعل هاي صاير بيها هاي صاير هاي صاير هاي صاير هاي صاير الانتيجين اللي خليناه بداخل هاي الحفره بدأ ينتشر وبداخل هاي الحفره بدأ ينتشر من ينتشر راح يسوي خط او دائره دائر ما دائره الدائره هي مكان الالتقاء مثل هذا شوفوه بالرسم يعني الانتيبودي انتشر والانتيجين انتشر صار مكان الالتقاء اللي هو احنا سمينا optimal proportion أو zone of equivalence هذا مكان الالتقاء يصير بيترسب على شكل خط اللي هو هذا اللي عندنا دائرة وبالتالي يكون مرئي ونشوف التفاعل من عنده هذا بحالة single radial immune diffusion الطريقة الثالثة مالا precipitation اللي هي الميون الكتروفوريسيز اللي هي عملية ترحيل كهربائي مناعي مثل اللي اخدتوها بالكيمياء السريرية جهاز ترحيل كهربائي يخلي عالي السيرام ويترحل اناني بنوعين من الكوررينت وبالروكيت اميون الكتروفوريسيز ان شاء الله اذا يرجع للعمل الحضوري نشوفكم اياه ونشوفكم الانتشار ما انتشون يصير على شكل اقواس فشي حلو يعني مختبر حلو طبعا هو هذا يختص بس بالجانب المناعي بالسيرام يعني مثلا الانتيبودي الكومبيمنت ممكن نقدر نسوي لترحيل كهربائي بهالي الطريقة ليش نسميناه اميون الكتروفوريسيز مو الكتروفوريسيز بصورة عامة فقط الاجزاء المناعية اللي بالسيرام اللي نحتاجها نسوي لها الكتروفوريسيز عندنا هاي الصور مثل محركته السA هنا حفرة وهنا هنا الحفرة هاي حفرة بها انتيبودي هاي حفرة بها انتيبودي هاي حفرة بها، انتيبودي الجين الشكل الميدية اللي هينتشار بها الانتيبودي بكل فيكون لنا خط للترسيب، منطقة يسموها منطقة التكافؤ، يكون عدد الانتجين بها مساوي العدد الانتبادي، فيكون الراسب على شكل خط، هذا الدبل اميون تفيوجن، الجو اللي حتيته اللي هو سنجل راديل، قلنا هذا الطبق خلين بيه اقاروز، كمية معينة، الاقاروز ممزوج جهاز، اما انتجين، اما انتبادي، حسب، هما شيردون يشتغلون، فاذا خبطانوا يا انتجين، فش يسوي بالحفار؟ يخليه انتبادي سيرم، ويجي وراء 72 ساعة يشوفوا التفاعل، الدائرة الكبيرة معناتها تركيز عالي، الدائرة الكبيرة معناتها تركيز قليل، وهكذا، فهذا يسموه سنجل راديل ليس لان واحد من المتفاعلات فقط ينتشر، عدنا الـ Application of Precipitation Test، هواي بيستخدامات وهواي بي يعني فوائد ممكن احنا نستخدمها ونحصلها من خلال تفاعلات الترسيب المناعية، ترسيب المناعية، فمثال عليه Quantitation of Antigene or Antibody in Serum، ممكن ان نقيس بها الـ Antigene أو الـ Antibody الموجود بالسيرم من خلال تفاعلات الترسيب، بعد شنقدر؟ Quantitation of Certain Proteins in Serum، مثل الـ Complement in Case of Disease، اللي هي ممكن انه نحسب كمية الـ Complement الموجود، ومو شرط كل الـ Complement ممكن اجزاء مثلاً C2, C3, C4، نقدر نحسبها بالسيرة، نقدر كمية مالته من خلال تفاعلات الترسيب حتى نشخص ببعض الأمراض، ممكن ايضاً نفحص بـ Detection of Antibody against Fungi، اللي هي ضد الفطريات، والDetection of Meningococcal، Detection of Meningococcal and Hemophilus Antibody in CSF، ايضاً الإصابات اللي جماعة أمراض السحاية، جماعة الـ Hemophilus اللي صرع دهم، أمراض بالدماغ، ممكن يسحبون الـ CSF لنخاع الشوكي، ويبحثون عن Antibody قد يكون موجود به لهذه البكتيرية، حتى يشخصون المرض البيئة. أيضاً measurement of gamma globulin، نحسب كمية الـ Antibody، كمية الـ IgM الموجودة as gate، كمية الـ IgG الموجودة as gate، كمية الـ IgE الموجودة as gate، كلها هاي التطبيقات، ممكن إنه إحنا نستخدم بها الـ Precipitation Reaction حتى نستخدمها بالتشخيص. التفاعلات الأخرى اللي هي الـ Complement Fixation طبعاً هاي إنتوا يعني ما أخذينها تقريباً بس اسم، بس هو يعني ما اشتغلنا أو ما لاحقنا نأخذه بالعملية. تفاعلات الـ Complement اللي هي used to determine the presence and extent of Antigene Antibody Reaction. نحن نأخذ الـ Complement Fixation كدليل أنه موجود أكو تفاعل Antigene Antibody Reaction أو لا. Complement Fixation is formed by adding a known Antigene or Antibody directed against a known Antibody or Antigene. يعني أنت عندك Antibody معروف تعرف هذا الـ Antibody مثلاً Antistriptococcus Biogenes كمثال، تريد تشوف بالوسط أكو Antigene أكو Striptococcus Biogenes؟ لا لا، بما أنه تفاعل بين الـ Antigene والـ Antibody Specific، فإذا صار تفاعل بالوسط معناته أنه موجود هذا الـ Antigene، وبذلك تحرينه عن الـ Antigene بإستخدام Antibody معروف. أو ممكن نستخدم Antigene حتى نتحرّبه عن Antibody مجهول، نشوفه موجود له لا، نخلي مثلاً بكتريال Staphylococcus aureus مكان معين ونخليه لها سيرم، نشوف إذا صار التفاعل معناته يعني أكو Antibody ضد Striptococcus أو Staphylococcus اللي موجود، لذلك ممكن بالـ Complement Fixation نتحرّع عن Antigene مجهول بإستخدام Antibody معلوم، أو العكس يعني Antibody مجهول بوسطة Antigene معلوم وهكذا. بالـ Complement Fixation، إذا تتذكرون أخذنا عليه فحص وحكينا بـ Booket الـ ASOT خريباً، حكينا بـ بالـ Complement Fixation رح نستخدم Indicator، هنانا تفاعل ما رح يبين، اللي رح يكون بالغالب الـ وسط سائل، كله لأنتجون الـ Antibody بوسط سائل، فما يبين عندنا التفاعل. فش نساوون إذا مكان مثلاً عندك تفاعل تريد تتحرّع عنه موجود أو ما موجود، لازم تخليلك Indicator. الـ Indicator هنانا عندنا هو عبارة عن RPC coated with the same coated antibody or Antigene is added، يعني نخلي RPC محوطة بـ Antigene أو Antibody، نضيفها للوسط. إذا تحطّمت هاي الـ RPC، نقول النتيجة negative، ماكو تفاعل. انتبهوا، إذا تحطّمت الـ RPC، نقول النتيجة negative. إذا صارت خلينا الـ RPC وما تحطّمت بقل السائل نفس لوني، إذا نقول النتيجة positive، يعني موجود التفاعل، صار التفاعل، صار الـ Antigene والـ Antibody. لمثال، خلّ نحتي. أنا عندي Antibody معين، اللي هو مثلاً Anti-Striptococcus. أريد أتحرّع عن Antigene موجود اللي هو Striptococcus، موجود بالوسط له لا، فأجيب الـ Antibody، أخلي فوق هذا الوسط اللي موجود به أو السائل اللي موجود به المفروض Striptococcus. أخلي فوق الـ Antibody، أمسجه، وأخلي بالـ Incubation فترة 45 دقيقة وأكثر. هاي الفترة رح يصير، شاكوا أنتجين إذا موجود الـ Striptococcus، شاكوا أنتبادي. هاني ضايفة رح يتفاعل ويالـ Striptococcus، شاكوا أنتبادي تفاعل الـ Striptococcus. خلال 45 دقيقة أطلع المفروض إذا أكون Striptococcus فهيسا صار عدي ميون كومبليكس. شا سوي وراها؟ أجيب RBC، ومحمل RBC وأضيفها والتفاعل. الـ RBC المفروض ما تتحلل، ليش؟ لأن الـ Antigene والـ Antibody متفاعلين اثنيناتهم والـ Complement لازمهم. ممكن ما يتفاعل الـ Antigene والـ Antibody لازمهم Complement، فما يبقى Complement حر حتى حل الـ RBC. لذلك معناتها موجودة لـ Striptococcus، تفاعلوا الـ Antibody وتفاعلوا الـ Complement. لذلك الـ RBC ما رح تتحلل. بينما أنا خليت الـ Antibody أو هو Serum اللي بـ Antibody Complement، خليته بوسط معين، والوسط ما بـ Antigene. لذلك الـ Antibody رح يظل حر، والـ Complement رح يظل حر، فمن خلال الـ RBC رح تتحلل، تفاعلوا الـ RBC والبروتينات الموجودة عليها، وبالتالي تتحلل الـ RBC، وإذا تحللت، الوسط كلها رح يصير لونه أحمر، أو الـ Tube يصير لونه أحمر، وبالتالي معناتها تفاعل negative. الـ Principle مالتب صورة عامة هو Antigene زائدًا Antibody اللي هو Serum صورة عامة، زائدًا Complement زائدًا شيء بـ RBCs. فمثل ما حدثينا، إذا ما صار RBC لأيسيز يعني شنو ماكو Complement Free صار، ليش؟ لأن الـ Antibody يتصل بالـ Antigene، والـ Complement يجي اتصل بيهم، فمعناتها من نضيف الـ RBC ما تتحلل، ليش؟ لأن ماكو Complement حر يحلل الـ RBC، معناتها No Rate Color ما صار لون أحمر عندنا، وبالتالي النتيجة نطيها positive. بينما، إذا كانت بالوسط، ما موجود الـ Antigene، ضفت الـ Antibody و الـ Complement اللي هو السيرم، ما سيصير؟ سيصير الـ Complement حر، والـ Complement من خصائصة يحلل الـ RBC، نحن ما نعرف هاي؟ فإذا تحللت الـ RBC، معناتها الـ Complement ما تصل بمعقد مناعي الـ Antigene Antibody، معنات الـ Antigene ما موجود، لذلك سيصير السائل لونه أحمر، معناتها تحللت الـ RBC، معناتها نتيجة negative. وصلت الفكرة؟ وصلت فيهم الفكرة شابار؟ استمرت، ممتاز، ممتاز، يعني الـ RBC أو الوسط اللي نشتغل به، إذا صار لونه أحمر، نتيجتكم negative قبل، إذا صار لونه، يعني بقى لونه أبيض نفس ما هو، نتيجتكم positive، هاي شوكيت بعد الحظن، وبعد إضافة الـ RBC، واضح؟ حسناً، 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 حسناً بها بوقتها، وقلناً، الـ Neutralization هي عبارة عن تفاعلات تحدث بين الـ Antibody والتوكسين، بكتريال توكسين أو غير التوكسين، أي توكسين، وحالة الأخرى وهي الـ Viral Infection. يعني شو كنت نسمي هذا التفاعل تفاعل تحل Neutralization، بحالة إذا كانت داخل الجسم سموم أو داخل فيروسات، فتفاعل الـ Antibody والسموم يسموه Neutralization، معادلة، معادلة السموم. التفاعل الـ Antibody والفيروس يسموه Neutralization، معناته معادلة الفيروس. ومثال عليها الـ Influenza virus can cause agglutination of RPC by interaction of the virus with the receptors on RPC that be prevented by antiviral antibody. هنا أنا أيضاً راح يصير بها الـ Indicator هو الـ RPC. نفس حالة الـ Complement Fixation، فخليناً أذكركم بالـ Complement Fixation. أنا جاءت هذا الطبق أو الـ Tube. حاطبي المفروض أريد أشوف V-Antigen لولا. سويت خليت بيسيرام اللي هو V-Antibody والـ Complement. وورا فترة حظين، طفت لن الـ RPC. فالـ Antibody هنا تجلبه بالـ Antigen، شوفوا هذا الـ Antigen؟ لقوا الـ Antigen، تجلبوا بيه، وفعلوا الـ Complement موجودوا يهم، فما عافوا الـ RPC. لقوا الـ Complement مردته ويهذا الـ Immune Complex من ضفت للـ RPC عافوا، ما تحللت. فبما أنه ما تحلل، معنات النتيجة موجبة، يعني يكون الـ Antigen. هنا أنا الحالة، دبيت الـ Serum ودبيت الـ Antibody والـ Immune Complex ما صار. فمن أخلي الـ RPC راح يتفعله الـ RPC، راح يصير هيموليسيس، يتتكسر الـ RPC، وبالتالي نتيجة negative. هنا أنا نفس الشيء، أيضاً نخلي الـ Antibody بالـ Tube إذا هو بـ VIRUS أو سموم بـ Tube ونضيف له الـ Serum. فإذا أخو الـ Antibody راح يتفعله الـ VIRUS والـ Complement الموجود بالـ Serum، راح يشلب بهم. فمن أخلي الـ RPC، ما راح تتحلل. وإذا موجود الـ Antibody راح يتفعله الـ RPC و الـ VIRUS والـ Complement الجوية ومنخل الـ RPC، ما راح تتحلل. فنفس نتيجة الـ Complement Fixation، إذا أخو تحلول وصار الوسط أحمر، معناتها negative. إذا ما صار تحلول وبقى نفس اللون الوسط، معناتها positive. نفس المبدأ العمل تقريباً، لكن بـ Complement Fixation، يعتمد اعتماد كبير على نوع الـ Antigen اللي هو بالغالب يكون بكترية. بالـ Neutralization، بس يعني ما اسمهم، يعني ما فيروسات اللي هي يكون الـ Antigenات. فسؤال في نهاية المحاضرة راح يقول How can you differentiate between Agglutination and Precipitation؟ وهاي راح أسأل بيها بعض الشباب اللي كانوا المفروض ويانا مركزين، وبالأسماء كل واحد يطنف مقارنة بسيطة. دعني نقول سجا ماجد سجا ماجد موجودة؟ أي سجا، انطيني مقارنة واحدة بيناتهم. أول شيء، الأقل و تناشين لازم نحمل، أما الـ Antigen اللي لازم خانات المختلفات. والـ Precipitation خلاص يكون صالبا. ممتاز، أشترك، شكرا. زينب ليث زينب ليث، موجودة؟ زينب ليث شيرين حيدر شيرين حيدر شيرين حيدر، موجودة؟ نعم أستاذ أي شيرين؟ ش تقولين مقارنة ثانية؟ أستاذ أنا أصلا يعني، ما لازم مممو، الإنترنت دي قطع كلش عندي قصة يعني. حسنا، شكرا، حسنا، حسنا، مو مشكلة، عباس علي عباس علي نعم، نعم ها عباس، شو تقولين؟ تفت مقارنة بسيطة شفتها، تبين الـ Agglutination والـ Precipitation الـ Agglutination، الفحص يعني يتم من خلال مكونين أيونين يعني، وحسب الكثافة العالية فيصير التفاعل، أما الـ Precipitation يعني يكون من خلال المواد المتعلقة بنفس المحلول، وراح تتجمع ويصير الـ Precipitation يكوني نحن فضلا هو شكرا، هو عباس ليون نحن المحدثين هي Anti ginet body؟ بالحال كان يصير التفاعل، مدتين يعني استاذ قطل د Lex B ولا gebruik الـندس التي تذكر، اوكي، اوكي، شكرا، نحدد بالخصوص، لأننا نتحن مناعه، نقول مدتين لازم نحدد بالخصوص101 نقول عبدالله عدوله عادCl عرض انا m mutta لا أطينا فهد المقارنة دعونا اشتراك الاوساط الوساط التفاعلي والله سعد كيف تقول لي اي مقارنة هذه المقارنة طبعا مطلوبة من عندكم اكو بها هواي تفاصيل من ضمنها انه خليشوف بالله آية حميد ايه ايا اي ايه مقارنة بسيط Mate! العائلة هي السي رام هذه هناك هناك واحد انشار لبر هناك هناك باريخ خاصة يما لوحكو، حيث يفضل عليك هناك لغة انشار لبر من نوع منزل فضل او 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 اه يتبع انها باندهات خاصة و بس من عرفة كل باند الياء انتجيني تثير من اسم ممتاز جدا عشتديش آية شكرا جزيلا اللي ما سمعها عفون اللي ما سمعها آية قالت انه التفاعلات يصير يا اما بالاقلوتينيشن سوليبل و انسوليبل لازم بالاقلوتينيشن ثنين هم سوليبل شغلة ثانية قالت الاوساط اللي ممكن نستخدمها هناك الليكويد ميديام السميسوليد ميديام هاي وين بالاقلوتينيشن بينما بالاقلوتينيشن منح تاجد الاوساط نفاعلهم مباشرة بيناتهم شغلة شغلة نقطة اخرى اللي هي تفاعلات الشكل التفاعل هذا التحبب هنا تكون يا اما باند يا اما خاط يا اما حلقة و غيرها والنقطة الاخرى انه هو وقت التفاعل بالاقلوتينيشن كلش قصير دقائق بينما بالاقلوتينيشن ساعات و قد توصل الايام هاي مقارنات ايضا يعني مطلوبة من عدكم يعني تحفظوها محاضرتنا خلصت بقط بس الرابط الحضور اضيفكم اياه بالمحادثة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة